بقى للموضوع الخاص بقطر والجديد في الأزمة القطرية اللي الكل دلوقتي بيقول يبدو أنها لن تحل ليه بقى؟ الثلاثتاشر مطلب بما فيهم يعني كذا حد من المسئولين رئيس عفون وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الألماني نفس قطر بتقول أن دي طلبات تعجيزية وأنه لا يمكن أن هي تنفس على الجانب الآخر السعودية والإمارات بيقولوا أن هذه المطالب غير قابلة للتفاوض يعني لإما يتنفسوا المطالب لإما هيحصل تصعيد والمهلة قرابت جدا على الانتهاء مهلة العشر تيام طيب بعد العشر تيام دي هيحصل إيه؟ بدأوا يردوا علينا في الإمارات أن هما ممكن يبقى فيه عقوبات أخرى عقوبات اقتصادية يبتدوا يخيروا الاقتصاديين والمستثمرين الكبار ما بين التعامل معاهم لوحديهم أو يروحوا يتعاملوا مع قطر دي برضو نقطة من النقاط الجديدة اللي ظهرت النهاردة أو برضو بالنسبة للجامعة الدول العربية ومجلس التعاون خليج وكل الحاجات دي أنهم يبتدوا بقى يعني يسعدوا في العقوبات بشكل أكبر كان فيه بالأمس لقاء جامعة ما بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية القطري ألسان وكان بيقال برضو أنه هل هو وزير الخارجية الكويتي أو من هو مسؤول عن الوساطة بالنسبة للكويت ولم يتم أي إعلان رسمي بعد هذا الاجتماع سوى بعض التصرحات اللي قتت من وزير الخارجية القطري واللي هنشوفها معنا النهاردة هنشوفها مع حضراتكم والكويت لم يعلن بأي شيء ولكن زي ما بقول لكم تزامن الاجتماع ده مع تصرحات من الجبير مع تصرحات من الإمارات بما معناه بأنه ما فيش تفاوض على المطالب لإما المطالب الثلاثة عشر تحقق كاملة لإما هيتم التصعيد زي ما قلنا ده عيد الجبير طبعا زي ما قلنا من قبل مين؟ قبل السعودية، البحرين، الإمارات ومصر دول الأربعة اللي هم مساعدين الأمر وهي الأربعة اللي كانوا مقدمين المطالب ومن الواضح أن طالما يتحدث واحد من الأربع دول يبقى معناها أنه ده اتفاق بين الأربع الجبير قال لتفاوض مع السلطة القطرية بشأن قائمة المطالب وده كان فيه تصريح بالأمس زي ما بقول لكم كانت زامن مع الاجتماع اللي كان فيه الولايات المتحدة الأمريكية والثاني يرد على الجبير بخصوص مطالب الدول المقاطعة خلينا هنشوفوا مع حضراتكم بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال أن تقديم المطالب غير قابلة للتفاوض ليس من أسس العلاقات الدولية المرفوضة بالكامل من قبلكم وبالتالي هل أنتم ملتزمون بمهلة العشرة أيام؟ بالنسبة لنا نحن لا نتحدث الآن عن المطالب نحن في مرحلة هناك إدعاءات من هذه الدول يجب أن تقدم هذه الادعاءات مسندة بأدلة المطالب تأتي بعد الادعاءات وبعد إثبات الادعاءات لمعالجة إذا كان هناك أخطاء أما القفز إلى خواتيم المسألة والتحدث عن المطالب الآن نعتقد أن هذا الأمر يجب أن يبحث من جذوره بالأساس وأن يكون هناك مناقشة واضحة عن أسباب هذه الأزمة ووضع هذه الادعاءات على الطاولة ومناقشة هذه الادعاءات من قبل كافة الأطراف لإيجاد حل مناسب وصيغة تصرحات دي لو أخذت بالكم كانت في الوقت المتحدة الأمريكية بعد الاجتماع الذي كان فيه مع وزير الخارجية اجتماع وزير الخارجي القطري الثاني مع وزير الخارجية الأمريكي وأيضا المسؤول أو إذا كان وزير الخارجية من الكويت قطر تندد برفض السعودية للتفاوض بشأن مطالب دول المقاطعة وأنه الحقيقة بعد الاجتماع خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ريكس تالرسون الثاني مع ريكس تالرسون قال أن موقف جيران بلاده مخالف لمبادئ العلاقات الدولية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بتتهم قطر بدعم الإرهاب وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة وضعت تلك الدول قائمة شروط الشروط دي زي ما بقول لكم وزير الخارجية السعودي قال أنها غير قابلة للتفاوض ووزير الخارجية الأمريكي قال أن بعضها صعب أنه يتحقق وزير الخارجية الألماني كان قال أنها تعجزية الخارجية الأمريكية علقت أيضا بعد الاجتماع على أنهم مستعدون للعمل على تسهيل الوساطة الكويتية أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بوساطة الكويت في الأزمة الخارجية الراهنة أعلنت عن استعداد واشنطن للمساعدة على تسهيل خطواتها وده كان على لسان المتحدثة باسم الوزارة هستر نورت خلال موجز صحفي على هامش لقاء وزير الخارجي الأمريكي ريكس تلرسون ونظيره القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني قالت إن إحنا سعداء ورادونا لأن الكويت تبزي الجهود الوساطة في الأزمة الخليجية لفتت المتحدثة لأن الكويت قامت بعمل كبير من حيث جمع الدول على التوافق ونحن نقف إلى جانبها للمساعدة على تسهيل بعض المحادثات وأضافت نورت أن على دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الأمر العمل على تسوية كافة الأمور وريكس تلرسون كان عبر قبل لقائه عن أنه يبقى فيه أمل في التواصل لحل الإمارات قالت بقى أنه طرد قطر من مجلس التعاون ليس العقاب الوحيد المطروح لأنه كان فيه تساؤل طب يا جماعة بعد ما يحصل أنه العشر تيام تنتهي إيه اللي هيحصل فجي رد الإمارات الحقيقة أنها بتبحث فرض عقوبات جديدة عليها بعد مهلة العشر تيام وأنه سفير الإمارات العربية في روسيا كان عمر غباش في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية قال أن العقوبات عفوا العقوبات الجديدة قد تشمل طلب تلك الدول من شركائها التجاريين أن يقرروا إما مساندتها وإما الوقوف مع قطر يعني يختاروا مش هينفع أنه أي دول بتستثمر في الإمارات أو شركاء تجاريين أنه هما يكونوا مع الإمارات ومع قطر هيجي يختاروا لدي لدي طبعا هتبقى حاجة صعبة جدا الحاجة الثانية أنه قال أحد الاحتمالات قد يكون فرض شروط على شركاءنا التجاريين وإبلغهم بأنكم إن أردتم أن تتعاملوا معنا فعليكم أن تختاروا بيننا وبين قطر وترد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس هو العقوبة الوحيدة المتاحة وأن قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها وأعتقد أن الفكرة في النهاية ستكون جميع العلاقات مع قطر هنا ده جي الرد بعد موضوع العشرة أيام المهلة اللي هما كانوا بيتحدثوا عنها الحقيقة ويمكن برضو النهاردة كان حصل حاجة مهمة برضو في مجلس اجتماع لمجلس الأمن عفوا كان مبارح بالليل يعني وأنه في نفس الوقت يمكن بيقولوا برضو أنه كان قدم بعض الوسائق الوثائق والأدلة اللي زي ما قطر عادتقول فين الأدلة لو معكم أدلة قدموها فكان مبعوث الأمم المتحدة المصري كان قدم النهاردة أدلة هنشوفها مع بعض بعد قليل واشنطن يعني لغاية دلوقتي بالنسبة لواشنطن والبيت الأبيض وتصرحات دونالد ترامب يمكن من أول تصرحات لدونالد ترامب لن يصرح تصرحات ولا على التصعيد مرة أخرى وتقريبا خلاص ما بقاش يتكلم خلاص عن موضوع الأزمة القطرية هو سايب دلوقتي في الوجهة الخارجية الأمريكية وسايب كمان التصرحات للبيت الأبيض فمثلا الخارجية الأمريكية هتلاقوا أن في وسط كل ده نلاقي خبر بيقولك أنها حسنت وضع الدوحة في مجال حقوق الإنسان إيه ده ده لسه احنا بنقول أنهم إرهابيين وبيقيدوا الإرهاب فمنين ده ومنين ده رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى قطر وماليزيا وإفغانستان ومينمار في تقريرها بشأن تهريب البشر في حين تركت وضع روسيا وكوبا وتايلاند دون تغيير هنا أنا عايزة يعني زي ما بقولكوا كده أنه المسؤولين أمريكيين قال وزارة وزيرة الخارجية ريكس تيلرسون اتخذ القرار متجاهلا توصيات خبراء لوزارة الخارجية وكبار المسؤولين وضعت تقرير الصين على رئيسة قائمته لأسوأ الدول فيما تعالج بتهريب البشر في خطوة قد تزيد من التوتر مع بكين ولكن اللي بيتقال هنا أنه كان بالنسبة لقطر تم رفع مستوحة بالنسبة برضو للبيت الأبيض كان من كام يوم يعني حوالي 3-4 أيام أو ممكن أكتر كان شون سبايسر قال أن المشكلة اللي ما بين قطر وما بين دول الخليج والدول اللي مقطعها دي مشكلة عائلية برضو يعني دي كانت أو قضية عائلية فده كان برضو غريب من يعني إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه الموقف البعض بيشوفوا أنه موقف متضارب البعض التاني طبعا بيحللوا بأنه مصالح في قاعدة عسكرية موجودة لأمريكا في أرض قطر هناك مصالح هناك يمكن زي ما قلت لنا رؤسيزة هيبة القدسي من كام من الحلقة القبل فاتت تقريبا على موضوع أنه قطر بتحاول أن هي تتواصل مع اللوبيس اللي هي اللي هو مصانعي القرار علشان يؤثروا على الكونجرس أو بحيث أن هي تحسن من وضعها وأن ده بالتأكيد هجيب نتيجة يعني الأزمة التانية اللي كانت حصلة اليومين دول برضو كانت أزمة الفيفا ولكن خليني قبل موضوع أزمة الفيفا ده نشوف لو عندنا الموضوع الخاص بوفد مصر في مجلس الأمن يكشف دعم قطر للتنظيمات الإرهابية في ليبيا السفير عمرو أبو العطا منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ترقص كان هو في اجتماع كده الاجتماع ده يعني رئيس لجنة هو عمرو أبو العطا بيعتبر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن فترقص مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا اجتماع مشترك عقدة مساء الأمس السلساء بمشاركة جميع الدول الأعضاء الأمم المتحدة في نيويورك حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا أشار القوني مساعد وزير الخارجي للشؤون العربية في بيان مصر إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا أضافة أن مصر قد واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من أقباط في سعيد مصر خلال شهر مايو الماضي وإنما أعلنوا المتحدث الرسمي باسم قوات المسلحة من تدمير القوات المسلحة صباح اليوم النهاردة إحنا عندنا برضو تدمير مهم جدا خبر مهم في مصر إنه قوات المسلحة قوات الجوية دمرت 12 سيارة محملة بالأسلحة وبعد تسلولها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا كل ده كان قدمه عمر أبو العطى لمندوب مصر في الأمم المتحدة على أساس أنها دلائل وقالوا أنه قدم بالفعل أدلة كثيرة بتؤيد مد قطر بأسلحة وتبويل لجماعات إرهابية على أرض ليبيا دي كانت النهاردة من الحاجات الواضحة جدا واللي كانت في غاية الخطورة وأنه هناك أوجه كثيرة للدعم للإرهاب بتقدموا قطر على أرض ليبيا فده كان من الحاجات المهمة وكان علق عليها أعتقد برضو وزير الخارجية مصر سامح شكري بأنه يمكن دي برضو كانت من الحاجات اللي تم زي ما بقولكم التعليق عليها النهاردة وزير شكري بيقول على قطر الاختيار بين حماية الأمن العربي أو تهديده وبالتالي إحنا هنا فيه خلاص تصعيد من زي ما قلنا أنه بدأت الجبير قال مفيش تفاوض الإمارات قالت مفيش تفاوض وهنصعد وهنتكلم مع المستثمرين لا يختارونا لا يختاروهم ومجلس التعاون وجي شكري النهاردة بيقول بقى أنه على قطر الاختيار بين حماية الأمن العربي أو تهديده وده بعد ما قدموا الوسائق يعني عليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويده لصالح قوة خارجية وذلك مع قرب انتهاء مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر للرد على المطالب التي تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين قال شكري أن قطر عليها أن تختار بكل وضوح ودون أي مواربة بين أن تكون طرفا يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار مقدرات الدول العربية الشقيقة أو أن تستمر في محاولاتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويد الأمن القومي العربي لصالح قوة خارجية أو جماعات ماركة يعني لفظتها المجتمعات والشعوب العربية فبالتالي دي هنا طبعا هفكركم بالمطالب المطالب كانت إغلاق قناة الجزيرة ده اللي تقل بقى خلاص الأول كانوا بيقول لك لأ هم كانوا بيقولوا أنه يعني يدرسوا الحاجات اللي بتزيع ويقللوا لأ الكلام كان إغلاق قناة الجزيرة أن ما يبقاش فيه قاعدة عسكرية لتركيا أنه يوقفوا دعم الإرهاب يعني يمكن دي كانت من الحاجات اللي كانت برزة كده قوية في المطالب يعني واللي اعتبروها أن هي تعجزية يقللوا التمثيل الدبلوماسي بالنسبة لإيران مع إيران يعني دي زي ما بقول لكم كده هم التلاتاشر كانت كتب عنهم بس عشان وقتنا لأن في رد النهاردة كان في بيان كان قدمه مصطفى بكري عن مخاطر القاعدة العسكرية التركية في قطر على مصر يمكن كانت تركيا على طول ردت على المطالب أول ما تم الإعلان عنها وقال لك أنه اللي بتقولوا اللي بتطلبوا الدول دي ده يعني بصراحة عدم احترام لنا كتركيا أنهم بيطلبوا من الدول أن تركيا تشيل القاعدة من غير ما يرجعوا لنا ليه يعني فده كان تصريح من تصريحات أردوغان وكان أردوغان وإيران أقرب أن هم هيقفوا جنب قطر هنا ده أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب كان قدم بيان عاجل حول التهديدات التركية للبلاد العربية انطلاقا من قطر وأنه منذ صادق البرلمان التركي على إنشاء قاعدة عسكرية في قطر بدأت القوات تتضفق على قطر وأنه القوات دي مش للتدريب وإنما هي محاولة لحصار دول مجلس التعاون الخليجي مصر وكل الدول اللي أعلنت مقاطعة التعامل مع قطر بلا شك إن إرسال قوات تركية وقوات من حرس الثوري الإيراني إلى قطر يؤكد أن المؤامرة على الدول العربية تمضي قدما دون نظر لأية اعتبارات مصطفى بكري أشار إلى أن مصر تقع عليها مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح لها بحماية الأمن القومي المصري والعربي لمنع التدخل الأجنبي في شؤون بعض الدول وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر يجر إلى إفتعال أزمات من شأنها دفع تركيا وإيران إلى مصرح الحرب العسكرية وهو ما تسعى إليه قطر استكمالا بدورها في إسقاط الأنظمة العربية يبقى إحنا عندنا الأمر هنا لسه مازالت كده يعني ده يمكن بيدعم هذا الطلب بيدعم الرأي اللي هو المطلب اللي كان بإنه تتشال القاعدة العسكرية الخاصة بتركيا من على الأراضي القطرية نرجع بقى للموضوع الفيفا لأن ده موضوع مهم جدا تزامنا مع كل ده حضراتكم عارفين طبعا أنه كان تب مختيار قطر علشان يكون فيها استضافة كأس العالم عشرين اتنين وعشرين جه اتصربت على مجلة ألمانية تقرير التقرير ده الحقيقة بيشير إلى أنه في بعض الفساد وبعض الهدايا وبعض الحاجات اللي كانت قدمت للفيفا علشان خاطر الحاجتين عشان خاطر كأس العالم الفين وطمانتاشر فيه روسيا وكأس العالم الفين اتنين وعشرين فيه قطر من هنا بقى بدأت الأمور تتضح بأنه هل ده هيجر لأنه يبقى مع تصعد في الأزمة برضو أنه تبتدي ما يبقاش فيه مباريات كأس العالم مع المقاطعة ومع كل ده ومع فرض العقوبات ومع كل ده أنه خلاص بقى يعني هيتم دراسة الأمر بالنسبة ليه بالنسبة ليه قطر فيه طبعا دلوقتي بعد ما اتنشر ده القرار اسمه تقرير جارسيا بعد ما اتنشر على صحيفة ألمانية راحت الفيفا نفسها نشرته الفيفا نفسها كانت لازم تنشره طبعا والمهم أنه قالوا أنه لجنة الأخلاقيات هتجتمع بكامل أعضائها تحت إشراف الرئيسين الجديدين للمرة الأولى الأسبوع المقبل علما أنه كان من المقرر سلفا اغتنام هذه الفرصة لمناقشة نشر التقرير لكن مع تسريب الوثيقة بطريقة غير شرعية إلى صحيفة ألمانية قد طلب الرئيسان الجديدين نشر التقرير الكامل فورا بما في ذلك التقرير المتعلقة بفريقية ترشيح الروسي والأمريكي وهي التقرير التي أشرف عليها السيد بروبالي وحده وذلك من أجل تجنب نشر أي معلومات مضللة لماذا ينشر التقرير الآن؟ كدأ قالت صحيفة بلاد الألمانية أنها حصلت على النسخة المحجوبة من التقرير اللي أعده مايكل جارسيا المحقق بلجنة الأخلاق بالفيفا يتضمن التقرير تفاصيل عن مبلغ مليوني دولار يزعم أنه دفع لابنه مسؤول بالفيفا عمرها 10 سنوات استقال جارسيا في ديسمبر 2014 احتجاجا على قسوب التعامل مع تقريره بشأن عملية الترشح للحصول على حق استضافة كياس العالم حيث تم نشر 42 صفحة فقط من التقرير والتحقيق بدأ تم تعيين جارسيا كمحقق مستقل في لجنة الأخلاقيات في فيفا عام 2012 طلب منه النظر في عملية استضافة مسابقتين كياس العالم 2018 و2022 بعد ادعاءات الفساد شملك الدعاءات دي قيام القطري محمد بن همام رئيس اتحاد كرة القدم الأسيوي السابق بدفع مبلغ 5 ملايين دولار لمسؤولين بمجال كرة القدم مقابل دعمهم لقطر دي أول حاجة نفت قطر بشدة شراء الأصوات وقالت إن ابن همام لم يتصرف بصفة رسمية نظر جارسيا في تسعة عروض استضافة بما في ذلك عرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وصفت تقرير خطة إنجلترا للعب مباراة دي مع تايلند وهي عضو باللجنة التنفيذية لفيفا بأنها من أشكال الرشوة الفيفا عام 2014 أصدر ملخص من 42 صفحة لتقرير جارسيا النهائي واللي برأ قطر من آية مخالفة لينهي أي إمكانية لإعادة التصويت حول مضيف جديد لمنافسات 22-22 لكن التقرير قال أن هناك مؤشرات معينة على سلوك مسير للمشاكل لدى أفراد محددين وذلك رغم حكم التقرير بأن ما دفعه بين همام كان لمصالحه السياسية الشخصية وليس دعما لمحاولة قطر لاستضافة البطولة في الوقت نفسه تم تبرئة روسيا من آية مخالفات بالرغم من أن التحقيق لم يتناول سوى كمية محدودة من الوسائق المتاحة للمراجعة لأن أجهزة كمبيوتر الفريق الروسي كانت قد دمرت في الوقت اللي رحبت روسيا وقطر بالتقرير شكى جارسيا من أن ملخص إكريت كان خطأ وهو ما نفى إكريت قائلا أن ملخصه كان وفين للتقرير الكامل جارسيا استقال في وقت لاحق ومنتقد الفيفا قالوا أن التقرير بمثابة تبييط لما حدث ودعوا إلى نشر التقرير الكامل وبعد ثلاث سنواته تحققت رغبته إذن موضوع الفيفا فتحها مرة أخرى موضوع أنه يكون فيه فساد ويكون فيه هدايا قدمت للفيفا علشان خاطر أن هي يعني توافق أو الموضوع يرسي على أنه قطر هي اللي هتستضيف منافسات كاس العالم عشرين اتنين وعشرين واضح أنه فيه كلام تاني هل هيفتح برضو الكلام ده على روسيا وقطر لتنين ولا هيكون على قطر بس نتيجة برضو كجزء من تصعيد الأمر وكجزء من لفت النظر للموضوع ده علشان نوع برضو من أنواع العقوبات اللي هيتم تبقها على قطر أعتقد الوضع كده زي ما حضراتكم شايفينه في انتظار الأيام اللي جاية ولكن كل المؤشرات بتوم بأنه ما فيش أي تصالح خلاص ما فيش أي قطر مش هتنفس حاجة الإمارات والبحرين ومصر والسعودية هتستمر على موقفهم هيكون فيه تصعيد وهتبقى الأمور هنشوف إيه بقى التصعيد الأكتر من كده اللي هيتم الإعلان عنه بشكل رسمي الأمور هتمشي إزاي في الفترة اللي جاية ولسه ما زلنا دلوقتي بنتكلم هل هو حصار ولا مقاطعة وهل هيكون بالفعل حصار تام وعزل تام لدويلة قطر ولا إيه اللي هيحصر ده باختصار الموضوع الخاص بقطر ما فيش بس غير يمكن فيه برضو نشر كتاب على باسم جمهورية فرنسا القطرية الكتاب كان بيتناول ما هي كل حاجة بها تباني اليوم من دول الكتاب كان بيتناول فضايح ورشاوة قدمتها قطر لمسؤولين على مستوى عالي جدا بفرنسا مقابل عمليات فساد يعني دي برضو كانت من تقارير فيه كمان الأردن مكتب الرئيس البرلمان الأردني نفت تصرحات اللي نصبت مؤخر الرئيس البرلمان حول موقف الأردن الرسمي من الأزمة الخليجية القطرية وانه الموقف المملكة من الأزمة مريح يتفاهمه الأشقاء في الخليج وخاصة ان الأردن بصفته رئيسا من القمة العربية يؤمن ويدعو دوما إلى وحدة الصف العربي فكده احنا زي ما شايفين كويت بتتوسط الأردن على الحياة الدول الأربعة زي ما هي في موقفها كل شوية بنلاقي كشف عن أمور جديدة بالنسبة للفساد بالنسبة لقطر في دول مختلفة يمكن كان أقواهم فعلا لما قدم المسماري تفاصيل كتير ومؤتمر صحفي كان كبير أعلن فيه زي أن قطر دعمت الإرهاب بعدها يجي مندوب مجلس الأمن ويقدم الوسائق وأدلة لمجلس الأمن فدي كلها يمكن هنا رد على مطالب قطر بالأدلة أمريكا بتدور على مصلحتها بعد ما كان فيه تصعيد عندهم قاعدة عسكرية في نفس الوقت شون سبيسر بفكركم يعني نقال إنها قضية عائلية فبالتالي هتبقى الدول الأربعة أمام قطر وهيكون بالتأكيد فيه الدول الأخرى هتكون طبعا يعني على الحياة فيه برضو حاجة طريفة كانت حصل وحصلت يعني واتنشر عنها برضو صخريات وحاجات كده على مواقع التواصل الاجتماعي كويتي سمى بنته قطر وإيه اللي حصل بقى من تميم علشان يشكروا على إنه سمى بنته قطر دي على هامش الأزمة الخليجية القطرية أهدى مواطن قطري يدعى عبدالله الهاجري مولودة كويتية اسمها والدها قطر سيارة دفع رباعي تقديرا لما اعتبره مساندة لبلاده يعني هنا مش تميم مواطن قطري اللي أهدى عبدالله الهاجري والد الطفلة قطر طلال خلف العنزي أهدى المواطن عبدالله الهاجري أهدى الأب طلال العنزي عربية دفع رباعي ففي ناس كانت بتقولك طب احنا نسمي موزة بقى بنتنا ولا ناس تاني تسمى طب وهل لو حد تاني سمى قطر هياخدوا يطارها العربية دي ولا إيه الأخبار